السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة اخر فيديو معنا هنحل فيه اسئلة على شابتر 6 وكده نبقى خلصنا الحمد لله سلسلة ISTQB اول سؤال بيقول لي لو عندنا مجموعة التولز دي انه من التولز دي متوقع اكتر يستخدمها الديفلبر وانه ممكن يستخدمها التست تيم اكتر الديفلبر في الاغلب بيستخدم التولز المتخصصة بالكودينج تمام والتستر بيستخدم الكود تولز اللي متخصصة اكتر بالإكسيكيوشن بتاع السوفتوير فعندنا الستاتيك اناليسيس تولز قلنا مين بيستخدمها او بتعمل ايه ان انا براجع الكود قبل الرانيج تمام ان نبص عليه طيب الديناميك اناليسيس تولز ان انا بشوف بعض الرانيج بتاع الكود ايه المشاكل اللي ممكن تكون حصلت فبالتالي هم دول اكتر تو تولز بيستخدمهم الديفلبر الباقي بقى طبعا البرفورمانس تستنج والتست مانجمين والتست رانيج والتست داتا بريباريشن تولز دول طبعا بيستخدمهم التست تيم فبالتالي الاجابة ان وان وفور استخدمهم التفلبر والباقي بيستخدمهم التست تيم السؤال اللي بعده بيقولي لو جبت اي كوميرشال تست تول او تست اكسيكيوشن تول هستخدمها ممكن تعمل كل الحاجات دي معادة ايه يعني تقدر تعمل اربع حاجات وحاجة واحدة لانه ان هي اطلع يعني يبقى فيه متسجل قبل كده وهي تعيده تاني مقارنة وبين ان هي تسجل بتاعة ان هي تقرأ القيم بتاعة التست من فايل معين طبعا كل الحاجات دي ممكن التولز يتعاملها معادة ان هي تجنرات الاكسيبكتد اوتبوت يعني هي ما تقدرش تتوقف حاجة زي دي ابدا طبعا يا دي حاجة انا بديها للتول اقول له والله الاكسيبكتد اوتبوت طبقا للركوارمنتس هو كزا سؤال اللي بعده بيقول لي تول بتديني تريسابيلي ما بين الايتم بتسجل الانسيدانس اللي بتحصل وبتعمل لي تنظيم او جدولة للتستنج تمام فدي هتبقى اسمها ايه اكيد هيكون اسمها تست مانجمينت تولز هي اللي بتنظم الشغل بتاع التستنج السؤال اللي بعده بيقول لي الاوتوميشن فيه تولز ممكن استنهدمها فيه طيب ممكن نكون اسمها ايه data tester boundary tester capture playback output comparator طبعا capture playback tools هي التولز المتخصصة بالاوتوميشن اللي هي بتكابشر او بتلتقد يعني الاكشن اللي بيعملو التستر وبتعيدو تاني بعد كده لما نحتاجه كده احنا خلصنا ان شاء الله هيبقى فضل لنا فيديو واحد بس هنتكلم فيه عن احنا هنعمل ايه بعد كده في القناة ايه الحاجات اللي انتو نفسكوا تشوفوها في الفترة الجاية ايه المصطلحات اللي نفسكوا تتعلموها عشان نبدأ ان شاء الله نجاهز لسلسلة جديدة سواء خاصة بالتستنج او بالسوفتوير عاماتا او حتى حاجة برا السوفتوير يعني لو حتى عنده حاجة زي الانتروفيو سكلز اي حاجة ازاي تتعامل معلين كده اين كل الحاجات دي نبقى نتناقش فيها ونشوف مع بعض ايه الخطوة الجاية في القناة ان شاء الله شكرا على المتابعة ويارب تكون السلسلة عجبتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته